كارثة إنسانية مستمرة في اليمن التي ترزح تحت وطأ الصراعات منذ أكثر من خمس سنوات وقد أدت هذه الصراعات إلى فقدان الكثير من اليمنيين لمصادر رزقهم واضطرارهم للعيش على المساعدات الإنسانية فوفق تغريدة للجنة الدولية للصليب الأحمر بتويتر فإن ثمانية من كل عشرة يمنيين يعيشون على المساعدات الدولية بسبب الحرب المستمرة دون توقف والتي أنتجت أزمة غذائية خانقة لا يقتصر الأمر على المساعدات بل يسر أيضا على المنظمة الصحية حيث ذكرت اللجنة الدولية للصليب عدم قدرة سبعة من كل عشرة يمنيين الوصول إلى أي رعاية صحية في ظل تدمير الذي طال البنى التحتية للمؤسسات الصحية وفقدان الكثير من العاملين فيها لرواتبهم وبحسب إفادة المنظمة الدولية فإن الكارثة الإنسانية تطالت المياه في اليمن حيث يعاني ستة من كل عشرة أشخاص صعوبة الحصول على مياه نظيفة وآمنة تبدو الكارثة أكثر خطورة في عدم قدرة بعض اليمنيين على الحصول على مكان يعيشون فيه حيث أكد الصليب الأحمر على حاجة اثنين من كل عشرة أشخاص بشكل ماس إلى المأوى تجمع المنظمات الدولية على أن اليمن تعيش كارثة إنسانية تصل إلى حد تقليص اليمنيين عدد وجباتهم خوفا من عدم الحصول عليها في اليوم التالي لكن جهود تلك المنظمات لا تتجاوز حدود الدعم المالي المحدود والذي يذهب بعضه إلى أياد الميليشية الحوثية